بسم الله الرحمن الرحيم حضره. فكان عندنا المواضع الاوليني بعنوان دور المراجعة الخارجية في الكشف والتقرير عن الغش. طيب اتكلمنا كده عشان بس ابدأ اللي انا اعملكوا الفرش كده اللي فات قلنا الغش هو عبارة عن تحريف جوهري متعمد في القوائم المالية بيتم ارتكابه من قبل الادارة بصفة اساسية او بحجوز تواطق ما بين الادارة وما بين العاملين او ما بين اطراف خارجية واطراف داخلية يعني بمساعدة اطراف ثانيا وبعد كده بدأنا رحنا نقسم الغش بصفة عامة لنوعين رئيسيين غش في القوائم المالية او اعداد تقارير مالية مضللة وتاني حاجة كان اختلاص الاصول واتفقنا مع بعض ان اختلاص الاصول بيتم ارتكابه بصفة اساسية او بصفة كبيرة من قبل العاملين في المستويات الدنيا داخل الشركة وبالتالي بيصعب على مراقب الحسابات تتبع ذلك النوع من انواع الغش. لكن الغش اللي في القوائم المالية يعني اي حاجة بتحصل النوع في القوائم المالية او احد انواع الغش في القوائم المالية بيظهر تأثيره مباشرة في القوائم المالية بشكل اساسي وبالتالي بيسهل على مراقب الحسابات كطرف خارجي كطرف مستقل اللي هو يقدر يكتشف هذا النوع من الغش مقارنة بالنوع الاخر اللي هو اختلاص الاصول. عشان كده بدأنا اللي احنا نركز على النوع الاولاني من انواع الغش وهو الاقصر تأثيرا بشكل الجوهري على القوائم المالية وعلى تضليل الارقام اللي موجودة فيها وهو الغش في القوائم المالية. قلنا ان الغش في القوائم المالية دي مجالات للارتكاب بتاعته بدأنا اللي احنا نقسم المجالات دي من حيث مرتكب الغش ذاته. فبدأنا اللي احنا نقول ممكن نقسمه المجمواطين ان ممكن تكون الادارة هي اللي هتعمله به شكل منفرد بدون التواطوة مع اي ده مع اي اطراف اخرى بدون مساعدة اي اطراف اخرى وده بيكون من خلال اللي انا مسلا كادورة اتلاعب في التقديرات المحاسبية اللي انا باعتمد عليها في حساب الاهلاك. التقديرات المحاسبية اللي انا باعتمد عليها وانا باحس بالقيمة العدلة وهكذا. اغير طرق الاهلاك حسب ما انا عايز اغير طرق جرد المجزون اه اغير طرق تقييم اه او تسعير المجزون اللي موجود عندي وفقا للمصلحة اللي انا عايزها سواء كنت عايزة ازود الربح بتاعي او اقلله عشان اقصر في الاخر على قرارات اصحاب المصالح ممكن يكون كمان المجال التاني هو حدوث التواطق ما بين الادارة وما بين اطراف تانية والاطراف دول ممكن يكونوا جوا الشركة وممكن يكونوا خارج الشركة خارج الشركة زي العملاء زي الموردين اللي بتعاملوا مع الشركة داخل الشركة زي المسؤولين عن الحوكمة اللي موجودة عندي زي اللي جان المراجعة زي اي اطراف اخرى داخل الشركة الغشم بالقوائم المالية اللي بيحدث من خلال التواطق زي ايه زي المعاملات مثلا مع الاطراف الخارجية زي اللي انا كشركة او كادارة ابدأ اللي اقترض من مكان انا يكون فيه مصلحة شخصية ويكون الاقتراض ده ضد صالح الشركة نفسها بعد كده بدأنا اللي احنا نتطرق لمسؤولية مراكب الحسابات بصفة عامة عن الغش وقلنا ان القوائل الاصدارات المهنية بتقول ان مراكب الحسابات يجب ان يوفر توكيد معقول بشأن خلو القوائم المالية من التحريفات الجوهرية وقلنا فوق ان الغش هو احد التحريفات الجوهرية وبالتالي انا كمراكب حسابات مسؤول ان انا اوفر توكيد معقول وليس مطلق طبعا يعني ليس بنسبة مية في المية بس بنسبة جبيرة جدا ان القوائم المالية بتاعتي تكون خالية من التحريفات الجوهرية سواء كانت متعمدة او غير متعمدة وطبعا بصفة خاصة اللي هو الغش في القوائم المالية وبالتالي دي مسؤوليتي من خلال المعايير عشان كده انا مسؤولة عن الكشف عن هذا الغش عن وجود هذا الغش والتقرير عنه من خلال اعداد تقريري اللي بيقول بقى هل القوائم المالية متسقة مع اطار اعدادها ومخالية من التحريفات الجوهرية عشان كده حقول رأي نظيف او ان القوائم المالية بتاعتي فيها تحريفات جوهرية وغير شائعة فحقول رأي متحفظ او ان القوائم المالية فيها تحريفات جوهرية وشائعة فحقول رأي معاكس وطبعا المعيار نفسه اللي هو الخاص بالغش اللي بيقولك فيه مسئولية الارتكاب او مسئولية مراقب الحسابات بتقع عليه على عاطقه عشان يكتشف الجش هو معيار متين واربعين. لما مراقب الحسابات بيصدر تقريره بيصدره وفقا للمعايير التقرير. لو انا عندي حصد التقرير برأي نظيف فده معيار سبعمية معيار الدولي اللي هو الاي اس تي سبعمية. لو حصد الرأي معدل آآ سواء كان معاكس او متحفز ده وفقا للمعيار الدولي اي اس تي رقم سبعمية وخمسة. وطبعا احنا تطرقنا لشكل التقرير المرة اللي فاتت والفقرات اللي ممكن اللي هي تنطوي على ذلك التقرير خاصة في زل الحاجة لو وجود سبعمية وعشرين وآآ سبعمية وصري وخمسمية وسبعين آآ وسبعمية وواحد اللي هم بتوع المعلومات المرافقة والاستمرارية واخر حاجة كمان لو اي معاملات خاصة او خارج الشركة او المعلومات المرافقة اللي موجودة عندي بابدأ اللي انا احطها في التقرير بتاعي. طيب اتباعا لذلك الموضوع زي ما احنا شغالين كده هلاقي دلوقتي ان مسئوليتي كمراقب حسابات ان انا اكتشف الغش في القوائم المالية وابدأ اللي انا اعمل تقرير عنه. طيب عشان ابدأ اللي انا اكتشف الغش وابدأ اللي انا اعمل تقرير عنه يبقى محتاج ادوات. محتاج اللي انا اجمع ادلة اثبات ما ازا كان هناك اي نواحي الارتكاد الغش من عدمه. يبقى انا بحتاج ادلة اثبات. طيب مراقب الحسابات وهو بيعمل عملية المراجعة ده بيمر باربع مراحل اللي هي مرحلة الكبور والتخطيط والتنفيذ واخر حاجة عدد التقرير. وانا بخطط وانا بنفز يبقى انا بجمع ادلة في مرحلة التنفيذ من خلال البلان اللي انا عملتها في مرحلة التخطيط. في التنفيذ وانا بجمع الادلة ادلة الاثبات طبعا بيحتاج لادوات اللي هي اسمها اجراءات المراجعة. اجراءات المراجعة دي اجراءات كتيرة قوي من دمنها هي الاجراءات التحليلية. الاجراءات التحليلية دي لو انت تتبعت فيها كده هتلاقيها هي عبارة عن نمازج رياضية اه تحاليل للانحضار المقارنة ما بين سنوات سابقة اه اعمال دراسة مسلا دراسة على مرة اربع سنوات او خمس سنوات ابدأ اللي انا اتتابع فيها النسب المالية بتزيد ولا بتقل فيها تقلبات ولا لا وبالتالي احد الادوات اللي انا ممكن اعتمد عليها عشان ابدأ اجمع دليل يقدر يخليلي اكتشف واعمل تقرير عن الغش هي عبارة عن الاجراءات التحليلية. من ضمن الاجراءات التحليلية اللي ناس كتير قوي بتخفى لها او ما بتستخدمهاش في الواقع العملي هي عبارة عن النمازج الرياضية. وعشان كده بدأنا اللي احنا نتطرق للنقطة التالية. النقطة اللي احنا عتكلم عليها النهاردة هي مقاييس اكتشاف الغش بالقوائم المالية. يعني هل انا ممكن ان انا اعتمد فقط على المراجعة اللي بعملها عشان ابدأ اللي اكتشف الغش بالقوائم المالية ولا فيه مقاييس ونمازج رياضية ممكن ان انا اعتمد عليها باعتبرها احد ادوات الاجراءات التحليلية اللي ممكن الاعتماد عليها عشان اكتشف وجود غش في القوائم المالية ولا لا? في هذا الصدد قالك ان احنا عندنا ممكن نعتمد على مجموعة من النمازج الرياضية اللي انا من خلالها اقدر اشوف هو فيه احتمال ارتكاب الغش بالقوائم المالية ولا لا? النمازج دي كان فيها طبعا نمازج كتير قوي بس دي تعتبر اشهر النمازج اللي انا ممكن اعتمد عليها في اكتشاف احتمال ارتكاب الغش بالقوائم المالية. عندك نموذج ultimate z score ونموذج ال b score ونموذج ال banish m score دول مش النمازج الوحيدين اللي انا ممكن اعتمد عليهم لا ده فيه تطورات تانية وفيه نمازج اخرى ممكن لنا اعتمد عليها بس دول اكثر شيوعا واستخداما من بين الكتابات اللي موجودة عندي في هذا الموضوع. طيب حنتطرق كده لكل نموذج على حدة من خلال هذه النمازج انا ممكن اجيب داتا طبيعية خالص في القوائم المالية وابدأ اللي انا اطبق عليها واشوف مدى احتمال ارتكاب الغش في القوائم المالية اللي موجودة عندي. طيب لو تركنا كده الاول نموذج هو نموذج ultimate z score وممكن تكون سمعت عن النموذج ده قبل كده. هو نموذج اساسا يعني لما زهر زهر للتنبؤ بالتعصر المالي للشركة. الشركة لما بتتعصر ماليا ممكن لنا اتنبأ اليها من خلال مجموعة من النمازج. كان احد هذه النمازج هو نموذج ultimate z score. طيب بتقول ان نموذج ultimate z score هو نموذج للتنبؤ بالتعصر. طب انا هستخدمه في ايه في التنبؤ بالغش? عندنا مفروض ان لنا لما الشركة تتعصر ماليا ده بيعتبر حافز لها لارتكاب الغش. يعني انا كشركة مش عايز ازهر متعصرة مالية. مش عايزة الجأ لحوى حدوث تصفية. يبقى وبالتالي عشان اتجنب حدوث الاسر السلبي ده ممكن لنا اتلاعب بالقوائم المالية لعدم ازهار تعصر المالي لاصحاب المصارح. وبالتالي كان مؤيدي هذا النموذج بيقوله ان انا ممكن اعتمد على التنبؤ بالتعصر المالي كانزار مبكر للمتطلع لهذا النموذج اللي يقولك ان الشركة دي فيها ارتكاب للغش ولا لأ. يبقى انا ممكن اول نموذج اعتمد عليه هو نموذج ده نموذج اساسا في الاساس للتنبؤ بالتعصر المالي بس انا بعتبر التعصر المالي ده انزار مبكر بيديني كده يقول لي خلي بالك ان الشركة دي طالما ان هي متعصرة ماليا في احتمال في ارتكاب الغش بالقوائم المالية عشان تغطي هذا التعصر وتقلل من فرصة عدم استمراريتها في المستقبل اللي هو الاستمرارية والكلام ده ده موضوع تاني خالص مراقب الحسابات بيكون مسئول عليه وبيتحطروا فقرة كده اللي هي وفقرة او وفقا لمعيار خمسمية وسبعين وبالتالي انا ممكن اعتمد على النموذج الاولاني اللي هو نموذج التيمان زد سكور عشان ابدأ اشوف مدى احتمال الشركة لارتكاب الغش من عدمه. طيب عشان ابدأ اللي انا احسب نموذج لو تطرقنا لنموذج زد وبدأنا اللي احنا نحسبه هنحسبه وفقا لمعادلة معينة المعادلة دي فيها خمس نسب خمس نسب مالية مضروبين كل النسبة مالية في كيمة سابتة انا ما بغيرهاش. يعني اكس واحد واكس اتنين واكس تلاتة واكس اربعة واكس خمسة دول نسب مالية. النسب دي هي تعتبر اكسر النسب تأثرا او انعكاسا للتعصر المالي. فاذا حدث التعصر المالي بينعكس في هذه النسبة. طيب نبدأ كده نشوف ايه هي النسب دي بتتحسب ازاي? عندك اكس واحد هي عبارة عن رأس مال العامل على اجمال الاصول الموجودة عندك اللي هو الاصول المتدولة ناقص الاتزامات المتدولة دي رأس المال العامل. تقسمه على اجمال الاصول دي يطلع لك اكس واحد. لو شوفنا اكس اتنين دي عبارة عن الارباح المحتجزة والدي اللي بتكون موجودة في قيمة المركز المالي كده في الجزء بتاع حول الملكية اللي تحت. على اجمال الاصول سوى كانت اصول متدولة ناقص اصري اصول متدولة طبعا واصول سابتة. اكس تلاتة هي عبارة عن الارباح عبدالفوائد والدرائب ودي بتجبها من قيمة الدخ على اجمال الاصول اللي موجودة عندك. اكس اربعة هي عبارة عن القيمة السوقية لحقوق الملكية على القيمة الدفترية لاجمالي الديون. القيمة السوقية لحقوق الملكية دي عبارة عن ايه? انا عندي كمتين موجودين في قيمة المركز المالي او في قيمة محددة موجودة في قيمة المركز المالي. القيم اللي موجودة في القوائم هي قيم دفترية. وبالتالي القيمة بتاعة حقوق الملكية اللي موجودة في قيمة المركز المالي هي القيمة الدفترية لحقوق الملكية وليس القيمة السوقية. طيب القيمة السوقية انا حاجبها لك كموطة عادي مفيهاش مشكلة بس هي بتتحسب بطريقة معينة. لو احنا شفنا القيمة او الحقوق الملكية بصفة عامة دي عبارة عن ايه? دي عبارة عن رأس المال سواء كان بقى اللقس المال الاسهم العادية والاسهم الممتازة وطبعا انا ما عنديش اسهم ممتازة هنا وبالتادي هو رأس المال بتاع الاسهم العادية اللي موجود عندي عندي كمان مجموعة من الاحتياطيات عندي علاوة اصدار الاسهم عندي اه الارباح المحتجزة عندي صفر الربح السابق يبقى انا عندي مجموعة كده من المكونات اللي بتكون لي حاجة اسمها حقوق الملكية طيب عشان ابدأ اللي انا اشوفوا القيمة السوقية لحقوق الملكية دي بحسبها ازاي بجيب سعر السهم سعر اقفال السهم اه وطبعا ده لي قصة تانية كده او ليه تلات نسب ببدأ اللي انا اعتمد عليهم او تلات ارقام لانك انت عندك سعر اقفال السهم وممكن تعتمد عليه في نهاية السنة المالية او بعد تلات شهور من نهاية السنة المالية او في اليوم العمل التالي لتاريخ تقرير مراقب الحسابات يعني انت عندك تلات تواريخ ممكن تعتمد عليهم وانت بتجيب سعر اقفال السعر بس الافضل ليهم هو سعر الاقفال في يوم العمل التالي لتاريخ تقرير مراقب الحسابات ببدأ اللي انا اجيب سعر الاقفال ده واضربوا في عدد الاسهم العادية المتدولة القائمة اللي الشركة بتعتمد عليها ولو عندي اي اسهم خزينة ببدأ اللي انا اطرحها لو عندي اي اسهم ممتازة ببدأ اللي انا استبعدها واضرب الاثنين دول في بعض يديني القيمة السوقية لحقوق الملكية انا الرقم ده حدوه لك رقم معطى فما تشغلش بالك بس الرقم ده عشان تخلي بالك كده ان هو مش بيجي من القوائم المالية مباشرة لأ ده بيتم حسابه بشكل اخر بخلاف الحاجات اللي موجودة في القوائم المالية اخر نسبة هي عبارة عن اكس فايف وهي عبارة عن صافي المبيعات على اجمالي الاصول يبقى انا من خلال لو انا عندي اي شركة القوائم المالية بتاعتها متاحة اقدر اللي انا احسب النسب الخمسة دول كلهم يعني لان كل الاتقام اللي موجودة او كل المعطيات والمعلومات اللي انا محتاجها حلاقيها في القوائم اللي موجودة عندي للسنة المالية اللي انا بحسب عنها التعصر او خلينا اقصر دقة كده بتنبأ بمدى احتمال ارتكاب الغش من عدمه في هذه السنة من خلال نموذج التمانز الدسكور النسبة الوحيدة اللي انت حتحتاج تحسبها مش هتكون موجودة كمعطة هي نسبة القيمة السوقية لحقوق الملكية دي مش هتلاقيها مباشرة موجودة في القوائم المالية وبالتالي دي بيتم حسابها بشكل مختلف عن ما تم موجوده في القوائم المالية يعني الارقام كلها ارقام دفترية عدد القيمة السوقية لحقوق الملكية اللي بما بحتاجها وانا بحسب النسبة اكس فول طيب النموذج ده بعد ما انا بستخدم المعادلة اوكي وحسبت الارقام طلع لي رقم طيب انا احكم بقى منين هي الشركة دي فيها تعصر يعني اوزي فيها احتمال ارتكاب الغش طيب بعد ما بحسب قيمة الزد طب انا عايزة بقى استخدم قيمة الزد اللي انا حسبتها دي هتنبق باحتمال ارتكاب الغش ولا لأ ازاي هتلاقي اللي انت وانت بتحسب القيمة بيطلع لك رقم لقيمة زد دي طيب الرقم ده اا لو لقيت الرقم بتاع اكتر من اتنين وتسعة وتسعين من مية ده بيشير لعدم تعرض الشركة للتعصر المالي وبالتالي عدم احتمال ارتكابها للغش طيب لو لقيت قيمة زد لطلع لك دي اقل من واحد وواحد وتمانين في المية في الحالة دي انت بتقول اللي انت عندك احتمال لارتكاب الغش من خلال تعرض الشركة للتعصر المالي يبقى انا عندي قيمة زد دي لما بحسبها بشوف القيمة بتاعش القيمة لو كانت اقل من واحد وواحد وتمانين في المية بالنسبالي ده مؤشر للتعصر واحتمال لارتكاب الغش لو لقيت القيمة اكبر من اتنين وتسعة وتسعين في المية ده مؤشر لاستقرار الشركة ومنسمى احتمال عدم تعرض هلالغش طيب 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 لو الرقم واقع في النص الرقم لو واقع في النص كده دي بنسميها حاجة اسمها منطقة رمضية ما بقدرش اللي انا احكم عليها من خلال مدى تعصر الشركة من عدم بس في بعض الكتابات بتقولك اللي انت ممكن تقسم المنطقة الرمضية دي لمجموعتين لمجموعة احتمال ارتكابها احتمال تعصرها وليس تعصرها بشكل فعلي يعني ممكن اعتبر ان هي بتكون دخلة في الجزء بتاع الغش اللي هو بتكون من القيمة من واحد واحد وتمانين في المية لغيت تقريبا اثنين وسبعة من عشرة لو ان حصلت هذه القيمة او قمت الزد ما بين الرقمين دول بقول ان هنا في احتمال ان الشركة يكون عندها تعصر مالي وتبدأ اللي هي ترتكب الغش احتمال وليس اكيد لكن لو القيمة وقعت ما بين من اثنين وسبعة من عشرة لغيت اثنين وتسعة وتسعين في المية هنا بقول ان في عندي تأثير او او في احتمال بس بيكون بشكل غير جوهري يعني ممكن ما اعتدش به او ممكن لانا اعتبرها ان هي مستقرة ماليا يعني وهي ما عندهاش احتمال الارتكاب او بتعرض للغش اللي موجود عندي وبالتالي انا هجيب لك الارقام ان شاء الله بتكون اللي انت تحسبها بشكل واضح يعني ممكن تكون اكبر من اتنين وتسعة وتسعين في المية او اقل من واحد وواحد وتمانين في المية يعني هجيبها لك يا اما في الرد يا اما في بتاعي اللي هي المنطقة الحامرة اللي هي فيها تعصر مالي فيها او فيها استقرار او الشركة بتاعتي تكون نفسها آآ بتاعها فما فيلش مشكلة تعصر مالي ولا اي حاجة ولا فيها احتمال الارتكاب الغش يبقى اول نموذج ده كان نموذج رياضي ده هو نموذج ده بيتحسب بنسب معينة النسب المالية دي بقدر لانا جيبها من القوايم المالية الموجودة عندي للسنة الحالية وابدأ لانا احسب بيها قيمة الزد وقيمة الزد ده كان نموذج رياضي بيطلع لي رقم بابدأ لانا اشوف الرقم ده لو وقع في منطقة معينة او كان اقل من رقم محدد ببدأ اللي انا احكم على الشركة بشكل معين لو كان وقع في رقم تالي ببدأ اللي انا احكم على الشركة بشكل اخر. طيب تبعا لذلك هنشغل ليه النموذج التاني وهو نموذج البي سكور. نموذج البي سكور هو نموذج اساسا متطور عن النموذج الزد. يعني هو كده عبارة عن تطور وتتابع للماذج السابقة. وبالتالي نموذج الزد ده كان الاول. بعد كده بدأنا اللي احنا تطور شوية ودخل عندنا نموذج البي سكول. بس خلي بالك. نموذج هو نموذج اساسا للتنبؤ بالتعصر المالي. بس تخدمه كمؤشر او كانذار مبكر لوجود الغش في القوائم المالية. لكن نموذج لما طرع طلع اساسا عشان يتنبأ لي باحتمال وجود تلاعبات في القوائم المالية او احتمال وجود غش. بس خاصة فين? طبعا الغش ده بيتحمل في حسابات. يعني انا ممكن يكون عندي غش في حساب الدرايب. ممكن يكون عندي غش في حساب المغزون. يبقى الحسابات المكونة للقوائم المالية. ممكن يكون عندي غش في الحسابات نفسها. فنموذج البي سكول ده كان بيركز قوي على حدوث احتمال وجود ارتكاب الغش في الارادات. دي طبعا بصفة قصية او الاصول غير ملموسة كالشهرة. وبالتالي من خلال نموذج بي سكول لما حسبه اقدر اللي انا اقول ان فيه هنا احتمال ارتكاب الغش في الشركة دي من خلال التلاعب في اراداتها واصلها الغير ملموسة اللي هي زي الشهرة. كأن الاصول غير ملموسة دي بيحصل فيها بقى استمتاز وبيحصل فيها كده آآ معادلات معينة. ببدأ اللي انا ممكن آآ اتلاعب فيها او اتلاعب في التقديرات اللي تعتمد عليها وانا بحسب الشهرة نفسها وقيمة الشهرة اللي موجودة عندي. طيب النموذج ده يتحسب ازاي? هتلاقي كده ان النموذج ده هو نفس النموذج اللي فات. لان انا قلت لك في الاول خالص ان النموذج بيه هو نموذج تطور للزد. وبالتالي المعادلة اللي فاتت هي هي نفس معادلة الزد بنفس الارقام السابقة اللي موجودة عندي بنفس الخمس نسب مالية اللي بعتمد عليها. بس خلي بالك كده هتلاقي النسبة الاولى الوحيدة هي اللي بتختك. وانت بتحسب الزد هتلاقي اكس واحد عبارة عن رأس مال العامل مقسومة على اجمالي الاصول. لكن هنا بتجيب القيمة الدفترية لحقوق الملكية من القوائم المالية وتقسمها على اجمالي الاصول. لكن النسب الباقية هما نسب سابتة زي اللي فاتوا بالزبط. نفس النسب بالزبط تاني نسبة اللي هي اكس تو هي عبارة عن ارباح محتاجة على اجمالي اصول. اكس ثلاتة هي عبارة عن ارباح قبل الفوايد الدرايب على اجمالي الاصول. اكس اربعة دي عبارة عن قيمة السوقية لحقوق الملكية على قيمة دفترية لاجمالي الديون. واكس خمسة هي عبارة عن صافي المبيعات على اجمالي. لو ركزت معي قوي كده في النموذج البي وناموذج الزت. هتلاقي اكس واحد واتنين وتلاتة وخمسة. كلهم بقسمهم على اجمالي الاصول. فالمقام عندي سابت. المقام الوحيد المتغير هو عبارة عن اللي هي القيمة الدفترية لاجمالي الديون. كل الارقام اللي موجودة عندك دي قيم دفترية بتقدر تجيب ها من القوائم المالية سواء كانت قيمة مركز مالي او قيمة دخل. طبعا هم ممتزول قوائم وحيدا. عندي قيمة التدفق وتنقدية. عندي قيمة الدخل الشامل. عندي قيمة التغير في حول ملكية. يبدي في قوائم تانية. بس يعني تركيزا دول بيشتغلوا على قيمة مركز مالي وقيم الدخل. تقدر اللي انت تتبع من خلالهم تحسب البي وتحسب الزل. طيب احنا حسبنا الزل وعرفنا القيمة بتاعتها لما تطلع احكم عليها ازاي. طب البي ده بتحكم عليه ازاي? البي ده عشان تبدأ اللي انت تحكم عليه. بابدأ اول حاجة اللي انا احسب قيمة البي. واحسب كمان حاجة اسمها دلتا بي. وقارنها بقيمة الدلتا زل. انا قلتلك ان البي نموذج البي ده هو عبارة عن تطول لنموذج الزل. بغير فيه نسبة واحدة اللي هي النسبة الاولى البسط بتاعها بيبقى حقول ملكية بوضل رأس المالي العامل. طيب بعد ما تحسبهم عشان تقارن بقى وتقول ان الشركة فيها غش ولا اقا وفقا لنموذج البي ده بتحسب حاجة اسمها دلتا بي. وبتحسب حاجة اسمها دلتا زل. او التغير في بي. والتغير في زل. طيب التغير في بي ده او التغير في زل ده بحسبه ازاي? ده عبارة عن قيمة البي اللي طلعت لك في سنة مسلا الفين وتسعتاشر لو انا بشتغل على الفين وتسعتاشر. وتطرح منها قيمة البي بتاعت الفين وتمنتاشر اللي هي بي تي ناقص واحد. وتقسمها على القيمة المطلقة للبي بتاعت السنة اللي فاتت. يبقى انت عشان تحسب الدلتا بي دي عبارة عن ايه? عبارة عن قيمة بي اللي جات لك السنة دي في الفين وتسعتاشر مسلا تطرح منها قيمة البي اللي طلعوا لك في الفين وتمنتاشر وتقسمها على قيمة البي في الفين وتمنتاشر. طب ايه الخطين دول? ايه الحدين دول? دول عبارة عن ايه? لو قيمة البي طلعت لك رقم سالب انا مليش علاقة بالسالب. انا هياخد الرقم المطلق بتاعها القيمة المطلقة بتاعتها بغض النظر عن اشارتها كانت سالب او موجب. يبقى المقام بتاعك هو عبارة عن قيمة البي السنة اللي فاتت بس بدون اي اشارة. يعني لو الرقم كان طلع لك سالب انت هتاخده كرقم مطلق موجود عنتك وتبدأ اللي انت تقسمه او تحطه في المقام. يبقى انا بحسب الدلتا دي عبارة عن ايه? عبارة عن البي السناجي. اللي هي الفين وتسعتاشر اللي انا حسبتها اساسا او مستهدف حسابها. ناقص البي السنة اللي فاتت. اقسمها على الحد المطلق او على القيمة المطلقة بتاعت البي السنة اللي فاتت. يديني الدلتا بي. وهكزا احسب الدلتا زت اللي هي هتبقى عبارة عن ايه? هتبقى عبارة عن زد السنة دي. ناقص زد السنة اللي فاتت على القيمة المطلقة لزد السنة اللي فاتت. طيب لما بقرن اللي اتنين دول ببعض لو كانت الدلتا بي اكبر من الدلتا زت لو كانت قيمة الدلتا بي اللي انت حسبتها. اكبر من قيمة الدلتا زت ده بيشير لاحتمال ارتكام الشركة للغش في وفقا لنموذج البي سكور خاصة في حسابات الايرادات والأثور غير الملموسة. يبقى انت لغاية دلوقتي كده عندك نموذجين تقدر اللي انت تعتمد عليهم. اول نموذج كان نموذج الت مان زد سكور ونموذج الت مان زد سكور قلنا اللي فيه معادلة وبيطلع لي رقم الرقم ده بقدر حكم عليه هو فيه غش ولا لا او فيه تعصر مالي ولا لا ومن ثم فيه احتمال الارتكاب لغش. تادي نموذج هو كان نموذج للتطور بتاع الزد وبالتالي كنت بحسبه بمعادلات معينة وابدأ لانا اجيب دلتا بي وقارنها بالدلتا زد. لو كانت الدلتا بي اكبر من الدلتا زد ده بيشير لاحتمال ارتكاب الشركة للغش وفقا لنموذج البي سكور اللي موجود عندي واقول ان هي هتتلاعب خاصة فيه في حسابات الايرادات والأثور غير الملموسة. طيب ننتقل كده للنموذج التالت وهو نموذج البنش ام ونموذج البنش ام هو نموذج برضو رياضي واكثر شمولا من نموذج الزد ونموذج البي. النموذج ده بيعتمد على تمن مؤشرات مجموعة من المؤشرات كده زي مثلا مؤشر العملاء زي نمو المبيعات زي مؤشر الاهلاك زي مؤشر جودة الاصول زي مؤشر نزمة الرفع المالي زي مؤشر اه اجمالي الاستحقاقات هم معابرة عن تمن مؤشرات او تمن نسب بيتحسبوا بشكل معين كده بالاعتمال على الارقام السنائي دي والسنة السابقة وابدأ اللي انا احسبهم لنفس النظام وفقا لمعادلة وابدأ اللي انا اجيب قيمة ال الام اللي موجود عندي عشان وفقا لنموذج البنش ام. وبالتالي نموذج البنش ام ده عشان ابدأ اللي انا احكم من خلاله وبحسب قيمة الام ومن خلال كمت الام دي لو تدعيتلي رقم محدد بقول ان هنا فيه احتمال لارتكاب الجش او فيه احتمال لتعرض الشركة للجش من عدم. طيب نموذج ام ده بيتحسب ازاي? هي معادلة كبيرة قوي كده. آآ فيها تمن مؤشرات زي مقالنا اللي هو الدي الدي اس ار اي مسلا والجي ام اي والاكيو اي والاس جي اي والدي اي بي اي والاس جي اي والتي اي تي اي والال في جي اي. طيب دول عبارة عن تمن مؤشرات مالية. آآ معادلاتهم تقيلة شوية فانا مش عايزيك مش هطلب منك اللي انت تحسبها لي ان المعادلات بتاعتها آآ هتحتاج منك فترة كبيرة قوي وهي معادلات يعني مركبة نوعا ما بتعتمد على ارقام الساني دي ونقص على ارقام السنة اللي فاتت هي كلها نسب مالية طبعا. فببدأ اللي انا احسب البص بتاعي اعتمادا على السنة دي مش كلها في نسبة معينة منهم. وبقسمها على النسب او نفس الرقم بتاعي السنة اللي فاتت. وابدأ اللي انا اشوف كل نزمة منهم كده من خلالها اقدر اللي انا احكم ان فيه هنا جزش في المنطقة دي ولا لا. بس كل اللي انا عايزك تعرفه هي المعادلة نفسها. يعني انت هتحفظ للمعادلة من ارقام بتاعتها كده استبتة زي معادلة زد زي معادلة البي. بس هنا الفرق ما بين الاتنين اللي انا هناك في الزد والبي هاجب لك تبدأ اللي انت تحسبهم. لكن الام هنا انا هاجب لك قيمة الدي اس ار اي دي عبارة عن اي. الجي اما اي دي عبارة عن اي. الاكيو اي دي عبارة عن اي. الاس جي اي دي عبارة عن اي. والدي اي بي اي عبارة عن اي. يعني هاجب لك كل النسب اللي موجودة عندي. لو احنا بس قلنا عرفنا اساميهم كده هي الدي اس ار دي عبارة دي اس ار اي اللي هي اول مؤشر عندك. ده عبارة عن مؤشر للعملة. وده عبارة عن عملة على المبيعات على العملة اللي هي تعتبر نسبة المبيعات او مقارنة نسبة المبيعات المسجلة في حساب العملة في السنة دي على السنة السابقة الجي اما اي ده مسلا ده عبارة عن هامش الربح اللي موجود عندك وده اللي نسبة معينة او نسبة هامش الربح الاي كيو اي ده عبارة عن جودة الاصول وده بيعتمد كده شوية على نسب الاصول الغير ملموسة وببدأ اللي نقسمها على اجمالي الاصول كلا نسبة طبعا لها تفسير محدد انا بعتمد عليها وn kamp gu quando sgi عبارة عن مبعائّة او المكاة المبيعات الموجودة عندي lda by ده المؤشر للاهلاك ومصروف الاهلاك اللي انا بعتمد عليه lda they let me about the idea of the payments per varios condens celle طول والاستحقاقات دي ليها طريقة تانية برضه اللي انا احسبها برضو ال L V G I دي نسبة ليه علاقة بنسبة الرفع الميل طيب عموما انا ببدأ اللي انا احسب الارقام دي بشكل معاشرات او بشكل معادلات وابدأ اللي انا احدي بقيمة ال M وخلي بالك المعادلة ال M الوحيدة غير الزد وال B اللي فيها رقم ثابت في الاول يعني الزد وال B على طول قيم مضروف لكن هنا عندي قيمة ثابتة في الاول اللي هي آآ ماينس فور او ايت فور او ماينس اربعة واربعة وتمانين من مية دي قيمة ثابتة وابدأ بعد كده في قيم تانية مضروبة في كل رقم على حدة او كل مؤشر او كل نسبة موجودة عندي على حدة طيب بعد ما بحسب ال M دي ببدأ اللي انا اشوف قيمة ال M دي عبارة عن ايه لو كانت قيمة ال M اكبر من اكبر من مينس اتنين واثنين وعشرين في المية ده بيشير لاحتمال ارتكاب الغش في القوائم المالية بالشركدي يبقى انت عندك كده كل نموذج لي قاعدة اقدر من خلالها احكم على ارتكاب الغش من عدمه في الشركدي فال M عندك هنا بتبدأ تحسبه والرقم اللي طالع لك ده لو كان الرقم بتاعك اكبر من اتنين واثنين وعشرين في المية ده بيشير لاحتمال ارتكاب الغش بالقوائم المالية طيب وانا ممكن اعتمد على النسب دي منفصلة اه هو في قاعدة تانية بتقول لك انا قلت لك ايه قلت لك ان كل نسبة من النسب دي بتتحسب بشكل معين او نسبة مقوية معينة النسبة دي انا ممكن من خلالها احكم على ارتكاب الغش من خلال هذه النسبة من خلال مسلا ال D S R R I من خلال مسلا جودة الاصول او ال A Q او من خلال ال G M I اللي هو من خلالها مش الربح وبالتالي انا كممكن وانا بستعدي من النسب دي امسك النسب دي واحكم من خلالها هو في ارتكاب للغش من عدمه من خلال كل مؤشر من المؤشرات دي او كل نسبة من النسب دي في بقى قعدة تانية لو اشار اتنين او اكتر من هذه النسب اللي هم التمانية اقدر اقول ان الشركة دي فيها مش بس احنا عشان مش هنحسب النسب دي احنا هناخد قيمة الام مباشرة وبالتالي انت القعدة اللي عندك بتقولك لو كانت الام اكبر من اتنين واثنين ماينس اتنين واثنين وعشرين في المية ده بيشيل احتمال ارتكاب الغش بي القوائم المالية طيب احنا كده خدنا الزت وخدنا البي وخدنا الام وكل واحد فيهم لي قعدة قرار اقدر اللي انا اعتمد عليها وانا بحكم على الشركة فيها غش طيب الدراسات السابقة محددتش نموذج نين فيهم الافضل يعني ما قدتليش اعتمد على الزت دي بس ما قدتليش اعتمد عن بي ما قدتليش اعتمد على الزتรلي طيب عشان نبدأ اللي انا ما عنديش افضلية ما بين هذين نموذج او ما عنديش نموذج هو الافضل على الاطلاق اللي انا ممكن اعتمد عليه انا ممكن ادمج ما بين النتائج النتائج التلاتة هو بالتالي انا بدمج التلات نماظج مع بعض يعني بشوف قواعد القرار بتاعت التلاتة اي يعني يزددها ال اي وال بي اي والام اي كل واحد منفصل علي حلة لو اشارتنين من هذي النماظج او اكتر لان الشركة فيها ارتكاب للغش يبقى بحكم على الشركة كتوتل من خلال الدمج ما بين التلات نمازج ان هي فيها غش فعلا. يبقى انا بحسب الزد الوحدها البي الوحدها الام الوحدها. كل نموذج من دول منفصل بيقول لي الشركة في احتمال ارتكاب الغش ولا لأ. بعد كده بدمج النتائج اللي عندي. واشوف كده لو اتنين منهم قالوا لي ان فيه غش يبقى الشركة دي فيها غش بالفعل. كده او في احتمال ارتكاب الجيش. وبالتالي احنا مش هنعتمد على كل نموذج على حدة. انا هعتمد على الدمج ما بين النمازج اللي موجودة عندي.